أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة سرعة انتهاء من جميع أعمال التطوير الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة قبل الثلاثين من يونيو الجاري وأشار مدبولي خلال جولة تفقدية له إلى أن الجولة تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق وأعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها لإخراج هذا الحدث العالمي مؤتمر المناخ على نحو يعكس مكانة مصر وحضراتها العريقة هذا ومن المقرر أن يشارك مدبولي خلال زيارته لشارم الشيخ في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي